عسلامة مرحبا بكم الناس الكل في قناة ايمان زهرة المطبخ التونسي اليوم بش حاضر مع بعضنا وصفة تونسية زمنية ياسر بنينة وصحية زادة في نفس الوقت الناس الكل تحبها وخاصة اللي ذاقتها مستحيل تنسى تعمتها والبنة والفيحة اللي فيها اليوم بش حاضر مع بعضنا كسرة باليزول وقال لا كسرة بالجزول هذا هو الجزول الي وصيته جاني من تونس طوى وقته يتبع في المرشيات وقبل كيكون صغار كنا نخرجوه ولمدوه لما حال قبل كان بصراحة بكميات كبيرة خاطر لي كثرة الامطار ما شاء الله طوى نقصه هكا علاش يعني كتلقاه في المرشي بصراحة اشريو خاطر راهو بيجي يولي عملة نادرة لازم تشريوه خاطر بالحق صحي صحي على الاخر يعني هي نبتة بسيطة لعب الكل ما تجيش لبالها اللي هي صحية لكن راهي صحية على الاخر وهي آآ علاج لسارطان الدم عافينا وعافيكم الله كيتلقاوها اشريوها باي بش نحضر مع بعضنا تونك الهناء الكسرة بالجزول عندي الهناء كيلة فارينا وعندي كيلة سميد آآ بش نعجلهم مع بعضهم اول حاجة بالطبيعة لازم ان نحضره هي الكسرة وهذا هي السميد آآ بش يكون آآ صميد رطب جدا بش نحضروا بيه الا الكسرة كيماريتو من لول كيفاش لفيت الارباتي ربطا نحنا نسميوها ربطة الغازول آآ خاطر في جمعة هذيكا ما كانش عندي وقت بش نحضرها آآ دونك لفيتهم في اه آآ وحطيتهم في الفريجيدير بش ما يفزدوش عندي بش يصبروا آآ المدة طويلة دونك حطيتهم تقريبا جمعة وبعديكا خرجتهم والهناء بش نحضر بيهم كسرة بالقزول حطيت الملح اللي نستحقوا بتبيع الملح حسب الضوء والهنى بش نعجن بماء دافي بتبيعة تاجنو اذا عندكم ربوء الا آآ بيديكم الماء دافي عاوننا بش العجين تتعجن عنه باسرع وقت يعني في عضو ربع ساعة تتعجن في عشرة دقائق هذا اذا بش تعضنا بش تعجنوها بالليدين نوك لهنى تبدأ وتعجنوا وتزيدوا الماء تدريجيا تطلبوش ضربة واحدة آآ خطر انتوما ونوع الفارينا وانتوما ونوع السميد دونك لهنى اللي نتحصل على القوام هذية بش نخرجها من الصحفة ولا مش قالة وبش نعجنها على العرخامة وبتبيعة كيف يكون عندكم آآ روبو والترموميكس يكون خير يعجن لكم خير واسرع واصلا حتى في العجنين وتكون آآ تكون خير من اللي دي دونك لهنى كي ما قلت لكم نعجنها تقريبا عشرة دقائق كي ما ريتو القوام بتاحها آآ طرية لكن آآ ما تتلسقش في اليد اقبين هكا جوزته شوية كي ما ريتوها بالطريقة هذيك هكا هولهنى دونك بش نقسمها كويرات متوسطة ما تكونش كبيرة ما تكونش آآ صغيرة ونعود ان قلو لكم يا جماعة اذا تلقاوه الجزول في المارشي وقالا تعرفوا من منين توسيه حتى مرة في العام طيبوها راهي موش على طول العام راهو الموسم متاعو يجي ممكن حكايتش هيرين من زمان فقط يعني كي تلقاوه حاولو طيبو منو برشة مرة تقدم تقدرو راهو بالحق قدواء وخاصة نريتو الراس متاع متاع الجزول وقالا اليزول هذيك آآ راهو حتى كل قشرة البرانية سمعت مرة طبيب يحكي عليها قداشها صحية اللي نحنا نحيوها ونطيشوها دونك بجيت بش نطيب بصراحة نظفت 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 وفمك عيوات خليت لهم الراس متاعهم وقلت انا مهيش مجذرني لا بالعكس تنفعني دونك مش نخليهم وهاني تشاركت معاكم المعلومة اذا تحبوا تخليو شوية من روس مع انتها كيكا تطيبوهم آآ يا حبة ذا دونك الهني قسمتهم بطريقة هذيكا كويرات غتيتهم بالمنديلة زادة صاشي باش ما تشيحش وزدت بمنديلة اخرى باش ما تعملش القشرة البرانية وتقعد اطرية عنا البعديكا بش خليها ترتاح تقريبا ساعة لننجي نحضر مع بعضنا القصص متاع الجزول باي حتيت الهني كمية متاع زيتونة عندي آآ ثلاثة كرينات فلفل احمر شايح مكوش ويفوح برشا ويبنن الوصفة هذيكا آآ قصيتهم بالمقص بالطريقة هذيكا واذا ما تحبوش قصوم تنجمو تتحمرو شوي في الزيت تتخرجوهم وتهرسوهم آآ مع الثوم كي ما تحبو دونك الهني على نار هادية بش شقال لهم شوية عندي الهني آآ بزايد ثوم الوصفة هذي تحبو بزايد ثوم راي ما تبعش ما تبعدش برشا على المطبقة راي خاصة في التحضير متاحا وفما الي يعمل الكسرة بالجزول على شكل مطبقة كل حد كفاشي انا اعز طريقة هي هذيه نوك لاني كي ما تشوفو كالريحة مش نحكي لكم خاصة مع تقصها كبيرد والنسان المريض شوي عنده شوي برودة ضربة ضربة بصراحة الهني عندي كمية كبيرة متاع متاع بصل الاخضر خاصة اللي بصل الاخضر هذيك اللي يكون فيه شوية لون الموف نحس تعمتو تشبه اكثر للكراث اللي هو كراث آآ يعني من عائلة القزول وإلا يزول يعني اللي بصل الاخضر هذيه ياسر بنيني فوح برشا الوصفة هذيه خير من اللي بصل الروس اللي الابيض وإلا الاحمر دونك الهني بش نقله مع بعضهم شوية وما نحكي لكم مش كي ما قلت لكم معلك الريحة والبنة اللي طالعة دونك الهني بش ناخد القزول متاعي بعد ما نظفتو خصلتو مليح مليح ونفختو في الماء بش يتخلص من التراب الزايد اللي فيه قصيتو وجيت الهني حطيتو لو ثبتو فما شوية روس خليت فيهم القشرة بتحمل برانية انا بصراحة سماعت اللي هوم زادة صحيين برشا آآ كي ما قلت لكم خاصة لعلاج سرطان الدم والوقاية خير من من العلاج هكي عليش آآ حاولت نخلي شوية روس فيهم والامر يرجع ليكم تحبوا تخليه وتحبوا تنحيوا آآ انا نشارك معكم الروسات كي ما عملتها انا بالضبط آآ قليتهم هكا شوية وبعديك بش نحط لهنا آآ الهريسة العربي الوصفة هذية تحبت شخشيخ والتحرحير والبنة التونسية حتي تهريسة عربي حليتها في شوية ماء حتيت شوية تابلو كروية وشوية ملح وبش خلتهم مع بعضهم الكل الوصفة ذي رمي فيش برشا آآ مكونات تعتمد اساسا على الجازول فما قل لي فوروا الجازول وفما قل لي آآ يهرسوا بالمهرس وبعديك يتيبوا شكل متبقى مع الكسرة بالجازول آآ نحنا من قبل هكا هكا نحضروا مع انتا ونعملوا بطريقة هذية وجيبنا غير عادية هونجل هنا بش نكمل نحركهم لازم يتيبوا شوية نغطيه نخليه تقريبا خمسة دقايق وبعديك نرجعلو الكل في الكل هرا وما يخذش حتى آآ ربيع ساعة وكي ماريتو آآ زدت شوية ماء هكا بش تتجانس النكهات ولفحات مع بعضهم بش ميجينيش شايح بش بعد كي نجي نخلطو مع الكسرة هكا هتقعد الشايحة وهدك هو الخليط اللي بش نخلطو بيه بعديك الكسرة سنتقوني يتاكل عشبع الكسرة متاعنا بش نطيبو في غني آآ فخار اخذيتو من عن ضمي وفراحت فراحت على الاخر هي الحق كانت الطيب فيها ما في اخر مرة مشيت بحضاها قتلها يان هز وقتلي هز دونك ماللي جبتو ديراك الطيبة فيه كسرة البلغازول دونك حتيتو يسخن بطبيعة لازم يسخن بالاقضاء اقل حاجة عشرين دقيقة آآ بطبيعة كيف يكون عندكم غاز اللي بالغازة بالنار مش بال بالذوق خاطر ما ما يسخنش خليتو يسخن بالاقضاء بالاقضاء وجيتل هنا ينحل في في الكسرة متاعي بالاستيعانة بشوية زيت زيتونة آآ بش تتبننها حتى في في البنة واذا تتلسق اهوك بش ما تتلسقش عندكم حليتها بشكل هذية ومش مهم شكل يكون مستوي ولا مش مستوي خاطرها راهي بعديكا الكل ها بش بش تتقاس حليتها بسوم كهذاكا متكونش اخشينا متكونش جويدة برشا سينان جيكم يبسك كي مريتول هنا الغني آآ سخن بالاقضاء ونبدأ نهز بالخبيزة ونحط نسواها هكا نخليها من با ثلاثين ثانية ونقلبها بالطبيعة اللي نطيبوها لهنا كيف ما نطيب بالملاوي بالضبط يعني ديما نقلبها باش ما تجيش يابسة وباش اطيب من الوجين في نفس الوقت ولما حالوا للامانة يا جماعة لهنا آآ وانا طيب قالولي بربي عملي آآ صغار قالولي يا ماما عملي كعبتين آآ ملاوي دونك مرسات هذية بتاع العجينة عملت كعبتين ملاوي ونفسها معنتها شوية صميد وشوية فرينا وشوية ملح هذي كهي او طيبتها في الغني جات بنا عالمية دونك لهنا كي ما تشوفوا قاعدة نقلب نشوف كي نشوف شيرة آآ مازلت ناقصة هاو كنا نوقفها شوية على الحراف متاع المتاع الطاجين ولا متاع الغني ونطيبها نقلب ونشاقلب اللي نطيب عندي هو كي ما قلت لكم على نارة قوية باش ما تجيش يابسة ما تخلي هاش تطيب اكثر من لازم سنان راهي يتيبس حضرت غادي كمانديلة حتيت الخبزة لولا باش نغتيها ونزيد نلفها بساشي باش تت البخار والسخانة هذيك ترجع ليها واتطريها حتيت الخبزة الثانية زي ده بنفس الطريقة كي ما ريتو ده ما نحطها من با ثلاثين ثانية نعود نقلبها ونقلبها نقلبها برشا مرات لي نطيب عندي بالطريقة هذيك بصراحة الكسرة كي في الطيب ولا الملاوي كي في الطيب في تاجين فخار دي بنا عالمية دونك هذو ما اللي خبزات بعد ما طابوا عندي غاديك قاعدة حتيت الفيديو متاعك سينا كيف هبتها اللي ما شايف هاش اللي فينمون بتاعك سينا ارجعوا تفرجوا عليها راهي فيديو بالحق عالمية آآ دونك اللي هنا بش ناخذ الكسرة متاعي بش نحط في الشقالة وبش نبدأ انفتفتها وإلا نقصها جويدة بالطريقة هذيك لتقصوها جويدة برشا يعني صغيرة برشا ولخشينة متوسطة اللي تنجموا بعديكا تخلطوها وتتحكموا فيها وتنجموا بعديكا تاكلوها آآ بالمغرفة بالحق روسات ياسر سهلة زمنية صحية بنينة محرحة تعمل ست وستين كيف والحق روسات هذية طلبوها مني جماعة السويسي خصيصا انا على خاطرهم وعلى خاطركم بتبيعة انفرتاجي معاكم الوصفة هذية خاطر مش الناس الكل تعرفها ويظهر لي كان صدقني ربي مش في تونس الكل راهم موجود الجزولة صالحولي المعلومة نعرش اسكو في البلايس الكل وإلا لا حطيت لهنا الخليطة ذاك بتاع الجزول اللي طيبته لكليكا بفاوة حم حرحر بالثوم والهريسة عربي حسيلوش بش نحكي لكم حطيت وتحطوه وسخونة على على الكسرة وتخلطوه بيديكم البست لهنا لجون وإلا بالمغرفة انخلطوه بنستويه بالطريقة هذيكا وبعديكا كل حد يخذ سحن ويهز الكاميلي يستحقها والله العظيم يا جماعة روجة بنينة روجة فاوة حك الكسرة هذيكا بالجزول وبالرغم جاية محرحرة بالكداو الصغار لقاوها حارة لكن كلاو منها راهي بننا بننا نودكم ولا نشاهيكم جربوها الوصفة وذكروني بالحق راهي صحية أولا ثانية بنينة حويجة هكا زمنية تودوا بها رويحكم حتى مرة في العام خاطر كيما قلتلكم الجزول راهو مجدي ما موجود وإذا تلقاهوا منه الشريو تنجموا تعملوا منه كسرة بالجزول وتنجموا تعملوا منه الفرفوشة كيما البس بيس وسبقت وتشاركتوا معاكم الوصفة وكهو طواما بقليكا نخليكم على خير شاهية طيب الناس الكلو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته